السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف السابع من مدارس يبط الله إن شاء الله يامس اليوم رح نكمل الجزء الثاني من الدرس الثاني مملكة الحيوانات طبعا يامس بلشنا درسنا نحكي عن مجموعة اللافقاريات وذكرنا كل شيء بخص مجموعة اللافقاريات اليوم يامس إن شاء الله رح نبلش بمجموعة الفقاريات بداية يا سابع بهمني تعرف إيش يعني الفقاريات حكينا يامس الفقاريات هي الحيوانات التي تمتلك عمود فقري إذن الفرق بين اللافقاريات والفقاريات اللافقاريات ما بتمتلك عمود فقري أما الفقاريات فهي تمتلك عمودا فقريا طبعا إيش أهمية هذا العمود الفقري يا سابع أهميته يا مس أنه بيعطي الشكل الجسم الشكل والدعامة وأيضا بيحميلي الأعضاء الداخلية للكائن الحي إذن عندي العمود الفقري بيعطيني الشكل للجسم والدعامة وأيضا بيحميلي الأعضاء الداخلية للكائنات الحية طيب يا مس هلأ بدنا نحكي عن أنواع الفقاريات أنواع الفقاريات يا مس يلي هي الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثديات إذن عندي خمس مجموعات اليوم راح نبلش نحكي مجموعة مجموعة خصائص كل مجموعة على حدة الآن يا مس بدك تعرف معلومة قبل ما أبلش في مجموعات الفقاريات بدك تعرف يا سابع إيش يا مس إنه الفقاريات إذا بدي أقارنها بلافقاريات بتعتبر أجسامها معقدة يعني معقدة التركيب إذن إذا بدي أقارن الفقاريات مع اللافقاريات بتتميز عندي الفقاريات بتحقيد أجسامها تمام؟ الآن نبلش في أول مجموعة وهي مجموعة الأسماك طبعا الأسماك عارفين يا سابع كلنا إنها أول شيء أهم خاصية للأسماك إنه جميع الأسماك تعيش في الماء جميع الأسماك تعيش في الماء أيضا تتنفس بالخياشيم أيضا يمسب تغطي أجسامها قشور وأيضا تتكاثر بالبيض وتمتلك الزعانف هلأ إذا بدنا نحكي إيش أهمية هاي الزعانف الزعانف بتمكنها من الاندفاع إلى الأمام والحركة والاتزان أثناء السباحة وما ننسى شكل السمكة الإنسيابي برضو يلي بيساعدها على الحركة والاتزان والسباحة إذن يا مس بدك تعرفي إنه أجسامها بيغطيها القشور طبعا أكيد القشور بتحميها عندي من العوامل المحيطة فيها بتتكاثر بالبيض أوكي بتمتلك الزعانف وبتتنفس بالخياشيم أوكي عاط كل شي بالنسبة للأسماك الآن ننتقل يا مثل البرمائيات البرمائيات طبعا من اسمها برمائيات إذن هي مندمجة بين البر والماء مدمج بين البر والماء هلأ خلينا نتعرف على خصائص البرمائيات من خصائص البرمائيات يا سابع إنها أول شي بتعيش مراحل حياتها الأولى في الماء وبتتنفس بالخياشيم إذن بداية مراحل حياتها الأولى بتكون يا مس وين بتعيش بالماء وبشو بتتنفس طبعا أي شيء يعيش بالماء بدي يكون بتنفس بالخياشيم هلأ عند البلوغ يعني بس تتعدى مراحل معينة من عمرها بتنتقل للعيش على اليابسة تنتقل للعيش على اليابسة قرب الماء يعني خلينا نحكي على الشاطئ تمام ووقتها بتصير تتنفس بالرئتين إذن مراحل حيات البرمائيات إذا بدنا نختصرها بنحكي بداية حياتها بتكون بتعيش بالماء وتتنفس بالخياشيم وبعد مرحلة البلوغ يعني بس تكبر بتبلش تنتقل للعيش على اليابسة وبتتنفس بالرئتين أيضا يا مس يعد جلدها رطب والآن برضو رح نحكي إيش فائدة هذا الجلد الرطب وبدك تعرف إنها تتكاثر بالبيض إذن مثلها مثل مين الأسماك هلأ طب إيش فائدة الجلد الرطب يا سابع فائدة الجلد الرطب يا مس إنه بيساعدها على الحصول على كمية إضافية من الأكسجين إذن بسبب الجلد الرطب بيكون في رطوبة أوكي هذا الجلد بيساعدها على الحصول على كمية إضافية من أيش من الأكسجين طيب حسبنا مثل ما حكيت لك طبعا ليش تسمى بالبر مائيات لأنها أول حياتها بتعيش في الماء وثم تغادر لتعيش على اليابسة إذن هي مندمجة بين البر والماء طيب ننتقل يا مس للمجموعة الثالثة المجموعة الثالثة يلي هي الزواحف هلأ الزواحف من خصائصها يا مس أول شي جلدها قاسي مغطى بالحراشف وهلأ رح نعرف إيش فائدة عندي الحراشف أيضا يا مس تعيش معظمها على اليابسة معظم الزواحف عندي بتكون موجودة على اليابسة أيضا يا مس بدك تتعرف إنها بتتنفس بالرئتين تتكاثر بالبيض هلأ أيضا يا مس في عندي مجموعة من الزواحف مثلا مثل التمساع بيكون لها أطراف يعني أربع أطراف يعني أيدي وأرجل أوكي وبعض هالآخر من الزواحف ممكن إنه يفتقر للأطراف مثلا مثل الثعبان اللي هي الحية أوكي هلأ طيب إيش إذا سألتك ما فائدة الحراشف آآ التي تغطي جلد الزواحف هلأ فائدة هي مس إنها بتمنع فقدان الحيوان للماء وتؤمن له الحماية هذا طبعا مش حكينا أصلا جلدها قاسي مغطة بالحراشف هاي بتقلل من فقدان الماء وأيضا بتمنع أو عفوا بتؤمن لها الحماية إذن حكيت لك أعطيني مثال على زواحف بتحكيلي التمساع والحيات أوكي أو الثعابين تمام طيب ننتقل للمجموعة الرابعة المجموعة الرابعية اللي هي مجموعة الطيور هلأ من خصائص الطيور يا مس يغطي جسمها الريش عارفين الطيور بديو يغطي أجسامها إيش الريش أيضا بتمتلك كمس أجنحة وأرجل ومناقير اللي هو المنقار تمام اللي مثلا في طيور تلتقط في الغذاء وأجنحة طبعا للطيران وأرجل للوقوف بدك برضو تعرف إنها تتكاثر بالبيض بدها تتكاثر بالبيض وتتنفس بالرئتين هلأ بعض الطيور يا مس ما بتستطيع الطيران مثلا مثل النعامة والبطريق طبعا مثلا لثقل وزنها أوكي طبعا في أسباب أخرى رح نذكرها خلال أسئلة الدرس الآن يا مس ننتقل للمجموعة السادسة عفوا الخامسة يلي هي الثديات هل الثديات بدك تعرف إنه من خصائص الثديات إنها بتمتاز بوجود غدد لبنية تفرز الحليب لتغذية صغارها إذن هي بتأمن الحليب لصغارها من خلال أيش الغدد اللبنية يلي بفرزوها الحيوانات المسمية بثديات أيضا يمس تتكاثر معظمها بالولادة إذن هاي تختلف عن الحيوانات السابقة اللي ذكرناهم كنا نحكي إنها بتتكاثر بالبيض أما حيوانات الثديات بتتكاثر لي بإيش بالولادة أيضا تتنفس بالرئتين وبتنا نعرف إنه كمان يمس إنها تعيش الثديات في مختلف البيئات إذن هي تعيش في بيئات مختلفة مثلا بعضها بيمشي مثلا عندي مثل الأغنام الأغنام طبعا من الثديات لكن هي بتمشي يعني على اليابسة بعضها بيكون في الماء مثلا بيسبح مثلا مثل الحوت بعضها يطير مثل الخفاش إذن بتعيش في بيئات مختلفة هاي ماء بر ويطير أوكي في الجو أيضا يا مس بدنا نعرف إنه بيغطي جسمها الشعر اللي ممكن إنه يتحول في بعضها لصوفة أو وبر إذن هاي هي خصاص الثديات هلأ الميز اللي بتميز الثديات أوكي خلينا نحكيه تميز عن باقي الحيوانات اللي هي غدة لبنية بتفرز الحليب لتغذية صغارها تمام هذا كل شيء بالنسبة لدرسنا يمس هيك بنكون أنهينا الجزء الثاني من درسنا ويعطيكم ألف عافية موسيقى